السلام خير كم واحد اكل كم واحد اكل كتير كم واحد نعسان كم واحد اكل الطاي بتاعت الاخ كريس كانت حلوة طيب ربي دينا برضو واجبة نكمل في الواجبات واجبة في كلمته خلوة نفتح مع بعض رسالة إلى عبرانيين والأصحاح الثاني عشر عبرانيين اتناشر ونقرأ من عدد تمنتاشر Hebrews 12 عبرانيين it's not working is it on it's on okay brother Chris can we get some help maybe a battery is needed to be changed for all who are listening to translation can you hear okay okay all right so we'll work on that or maybe we can get a new set a different set okay عبرانيين اتناشر من عدد تمنتاشر لغاية اخر اصحاح وليلي ادعوكم للي يقدر نقف مع بعض قبل سماع الكلمة واحنا نقرأ كلمة الرب واللي حب يقرأ معايا بصوت مسموع هناقرأ مع بعض من عدد تمنتاشر عبرانيين اتناشر من عدد تمنتاشر لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى دباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة لأنهم لم يحتمل ما أمر به وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد بل قد أتيتم إلى جبل سهيون وإلى مدينة الله الحي ورشليم السماوية وإلى ربوات هم أحفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وصيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هبيل انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء الذي صوته زعزع الأرض حينئذ وأما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مردية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار أكل خلونا نحن قلوبنا أمام الرب في الصلاة أبنا كم نشكرك من أجل صلاحك كم نشكرك من أجل هذا اليوم اللي دتنا فيه نتعبد إلى شخصك صباحا ونأتي ويكون لنا شركة مع بعض كمؤمنين في جسدك نشجع فيها بعض ونحن نكسر خبز يا رب كم نشكرك من أجل هذه الفرصة التانية اللي احنا نقدر نيجي حول شخصك كيما نتعبد إليك ونشكرك من أجل عملك ونشكرك من أجل احتفالنا بابنك الهدية الذي أعطيته لنا كيما يولد وولد في الوقت المعين مولودا في ملء الزمان مولودا من امرأة تحت النموس كيما يفدينا فكم نشكرك من أجل هذا الفداء الذي بالرب يسوع دينا يا رب أن كل واحد فينا هيكون استمتع بهذا الفداء استمتع بالخلاص يكون متأكد أنه هيكون معاك في الأبدية يا رب إذا في حد مش متأكد يدي له أن يتضع الآن أمامك ويتوب ويقبل عملك الكفاري على الصليب ويدخل إلى الحياة الأبدية ويولد من فوق يا رب نكمل صلاتنا من أجل الأخت غزل والأسبوع دوت والعلاج اللي ليها تقادر أن اكتمد إيديك ليها بالرحمة يا رب وتتلامس معها وتدي أن الأمور تمشي بسلاسة وتدي جسمها يتفاعل مع العلاج يا رب نكمل صلاتنا من أجل أخونا أكرم ومن أجل كل اللي احنا لذكر أسماءهم صباحا والآن أنت قادر أنك تلمس كل شخص والناس يا رب طلبوا بس مش عايزين ذكر أسماء أنت قادر أنك تلمس كل من له احتياج نأتي بجوع لشخصك ونريد كلمة منك لأن لك حمد القلب تفضلوا بالجلوس هنخلص عدد أصحاح 12 النهاردة من عبرانيين والأسبوع الجاي هيبقى الكريسماس إيف فصباحا ومساءا ندعوكم للي يقدر يجي تيجوا معنا وهنحتفل وهتبقى الدراسة عن عيد الميلاد صباحا بالإنجليزي ومساءا بالعربي بقالنا أسبوعين دلوقتي في أصحاح 12 من عبرانيين في أصحاح 12 من العبرانيين الرسالة إلى العبرانيين أول مقطع من عدد واحد لعدد أربعة بيتكلم عن الجهاد في حياتنا الروحية إن احنا نواصل ولا نفشل واللي خلينا ما نفشلش نبص ورا نبص للناس السحابة من الشهود ونبص ليهم والعمل اللي هم عملوه ونتشجع نشوف إن إحنا إيه أنا مش وحيد إنت معايا وهم إنت كنت معاهم فالواحد يتشجع بس برضو يبص على مين نبص على الرب يسوع نفسه ونتأمل فيه ونتفكر فيه هنلاقي نفسنا بنتشجع بعدين تتكلمنا في الأحد في الأحد مساء الإسبوع الماضي عن إزاي إحنا الرب بيحبنا ومن حبه لنا بيدربنا وده بيبقى اسمه تأديب وشفنا إن في اليوناني ده تدريب مش إنه هو متضايق مننا لكن عشان هو بيحبنا فبيقدبنا يدربنا عشان نكبر ونتعمق أكثر فيه النهاردة الصبح اتكلمنا عن إزاي إيه هدف الرب من تأديبه في حياتنا إنه هو عايزنا في عدد 14 من عبرانيين 12 بيول اتبعه عايز منا حاجتين أول حاجة نتبع السلام مع الجميع هدفه إنه إحنا نسالم الناس حاجة تانية الهدفه منها في حياتنا إنه إحنا تبقى نتبع القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب وبعدين اتكلمنا في خمس خطايا دولة لو إحنا عايشينهم نبقى لازم الواحد يتحذر ويقول هل أنا في الإيمان ولا لأ غالبا أنا مش سالك بالقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب ومهم جدا أننا نعيش القداسة ليه لأنها ديت بدونها لن يرى أحد الرب يعني إيه مش راح السماء دلوقتي نتكلم ياخدنا في عبرانيين 12 من عدد 18 بيرجعنا وياخدنا المكان بياخدنا المكان جبل والجبل اسمه جبل سيناء وفي حاجة حدث مهم جدا حصل في جبل سيناء وقت موسى حد يفتكر إيه الحدث المهم اللي حصل في جبل سيناء وقت موسى بالضبط الشريعة الرب قد الوصاية الوصاية مش بس العشرة بس هو العشرة اللي هو كتبهم على اللحين لكن برضو فوق دولة قال كلام كتير جدا اللي هو نشوفه في التوراة اللي هو الخمس كتب الأولى اللي كتبهم موسى فبياخدنا للمكان دوت لأنه هو بيكلم الرسالة اللي كتبها كتبها المين عبرانين طب ده أنتوا صحيين معايا كويس يعني ده سؤال المفروض مش صعب يعني يا مكتوبة فالعبرانين دولة تفتكروا يعني من خلفية إيه عبرانين يهود يعني صح فهو الواحد اليهودي بيحبه موسى ولا بيحبوش موسى يا موسى وفيش أحسن منه يعني كل ما يسكفه موسى عندهم فبيبقى الواحد نفسه يرجع لطريقة موسى وللنموس وكده فبيقول طيب أنت يال ياللي كنت يهودي ودلوقتي اديت حياتك للمسيح وبتفكر أنك ترجع أنا عايز أخذك للنموس وعايز أخذك لجبل سيناء وعايزين نعمل مقارنة بين حكتين مقارنة بين جبل سيناء وكان إيه المنظر موجود مرعب ودلوقتي والوقت الحالي وقت النعمة وانت اختار شوف عايز ترجع للتعزمان ولا إيه رأيك في اللي عندنا دلوقتي هكلمك شوية عن جبل تاني بس اسمه جبل صهيون بس يمكن مش زي ما الناس هنا بيقولوا عنه صهيون صهيون من نوع تاني وبعدين عايز أخذك تاني أرجع بيك لورا فأخذك للوقت الحالي أقرنك بين جبل سيناء وإعطاء النموس ووقت النعمة اللي احنا عايشين فيه بعدين عايز أخذك برضو لجبل سيناء وإعطاء النموس وعايز إيه نبص لقدام وعايز نبص لقدام ونشوف مملكة مملكة من نوع تاني وانت اختار عايز ترجع بس انت تبقى عارف انت راجع لإيه لكن عايز تكمل عايزك تتشجع بانك تعرف ايه اللي ليك في المسيح فبيبدأ في عدد 18 بيقول لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس يعني ايه جبل ملموس؟ موجود مش وهمي يعني ده منبر ايه؟ ملموس يعني لو قلت هذا منبر زجاجي ده فعلا كده معقول لأ ده خشب فده يبقى ايه؟ ده مش ملموس لكن ده وانا قلت هذا منبر خشب ملموس في كنيسة هنا في هاثرن اهو بجد موجود حد موجود اي حد عايز يلمسه ولمسه فهنا بيقول لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس هما لما جينا النموس كان جبل ملموس ولا مش ملموس؟ ملموس مضطرم ايه رأيكم في مضطرم دي يعني ايه؟ اه مشعل يعني ملالب نار ايه رأيكم؟ في حد يحب يروح لجبل اهو قدامك وملموس وجيت تقرب منه ولاقيته ايه؟ كده حرارة ومولعة حد يحب يروح يدخل يقول لي يا سلام اروح زيارة للجبل ده؟ لا طبعا ده بقى ايه؟ العملية الشكل ايه؟ مرعب جبل هو ملموس اه لكن مش حد عايز يقرب منه ليه؟ لا أولا هو مضطرم مضطرم بايه؟ بالنار طب وبعدين ايه رأيكم بقى؟ في الرؤية وإلى ضباب ايه رأيكم؟ في الضباب الواحد بيشوف كويس ولا؟ مش شاف حاجة وزود على الضباب بيشوف انه هو ايه؟ وظلام ده حاجة جميلة؟ حد يحب يروح الى زيارة الى هذا المكان الجميل؟ لا يعني فيه فيه ناس قريبنا راحوا في شهر العسل بتاعهم جوزوا فايه عايزين يتفسحوا في شهر العسل فقالوا يروحوا فين؟ قالوا يروحوا هواي ايه رأيكم؟ مكان جميل؟ جميل جدا بس قدروا يروحوا هواي على كروز ايه رأيكم؟ رحلة جميلة ولا لا؟ انا عايز ادخل معهم لغاية لما عرفت القصة بعدين دخلوا هما بس هياخدوا الكروز من فين؟ من هنا من كاليفورنيا وراحين هواي طبعا لما تروح انت في السكة هل المحيط مفتوح في الحتة منها؟ مفتوح خالص وعارفين راحوا هناك ايه؟ وهم دخلين في المحيط الدنيا تكعبلت وبيرجعوا طول اخدوا اسبوعين على الكروز هما اسبوعين بيرجعوا فيها طبعا مكان ايه؟ لا شكرا لو حد على الفكرة عايز يروح الكروز لهواي بس يعني يطير لهواي وخد الكروز من هناك بلاش من هنا لهناك طبعا في حد ايه عم ايه الجبل ده اللي ازوره؟ ده مرحب الجبل ملموس ايه؟ يعني واحد يحب ايه؟ ايه رأيكم؟ هل حد بنحب المنظور ولا نحب الايمان انا وعسى المنظور طبعا فأي بيلك عايز منظور وانا عايز اقول لك موضوع النموس دوت مش زي ما انت فاكر منظور اه هتروح لسيناء هتلاقي الجبل بس تيجي تهيلا هوب تهوب منه وتلاقي ايه؟ مضطرم وتلاقي نار وتلاقي عايز تشوف كويس حاسنك طبعا انا هو قربت من ربنا ربنا هنا في هذا الجبل قادر تشوف ولا مش شايف مش شايف حاجة شايف ضباب وظلام وزود على كده في ايه؟ زوبعة ايه رأيكم؟ ده الواحد الجو مقلوب خالص لا ولا نسا ما خلصتش هو لسا فيه اكتر اه وبعدين وانت جنب الجبل انت ما قربتش طبعا واحد مش عايز يهوب ناحيته وهتاف ايه الهتاف ده؟ حاجة ده يعني في ال هو يعني لما واحد يبص على المنزل يحس ان في حرب حصلة ولا ايه يعني الدنيا من تربقتها والعالم هينتهي وبعدين تلاقي هتاف وبوق تلاقي العملية مرحبة جدا وصوت كلمات وبعدين تسمع كلام وبعدين الناس قالوا ايه لا 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 مش هادر استحمل استعفى الذين سمعوه من ان تزاد لهم كلمة كلمة قالوا له لا شكرا من فضلك ولا كلمة تاني مش هادر استحمل انا مرعوب منك يا رب معنك انت هنا وانت بتتكلم وانت موجود وهو قدامي في الجبل الملموس دوت بس انت مرعب انت مرعب بالنموس اللي انت جايبه مش بس كده بعدين سمعوا اخبار تانية بيقول لانهم لم يحتملوا ما امر به يعني مش بس الاصوات والصورة والحرارة والدنيا دي كلها لكن على كل هذا ايه سمعوا امر غريب وان مست الجبل بهيمة اللي حصل لها ترجم او ترمة بسهم يعني ايه يقتلوها يخلصوا عليها طب يعني هم عملوا اعلانات وقتها وقالوا يا جماعة يا بهيم مش تيمة ما تخافوش ايها البهيم حدش يهو بنحية الجبل في بهيمة هتفهم يعني ولا عارف احنا معرفش البلاد العربية برضو زي مصر ولا بس ديش تيمة يعني بس ما قصدهاش كده يعني في حد حد بيفهم يعني زي حمار حضرتك يعني ما تقربش من الجبل وانت يا غزالة لا وانت يا بقرة معلش وانت يا طور ما تجيبش هيعملوا فاهمين هم لا اذا دول اذا دول مش فاهمين وازا جيب الخلط كده واحد ارنب ماشي كده وراح لمس راح ودب يخلصوا عليه طب وإيه رأيكم في البني يا أدمين هم ما سموا ولا ما سمعوش سمعوهم مش بهين بيفهمهم فتخيأ لذا اللي ما بيفهمش ما يقربش ما يهوبش ناحية هذا الإله القدوس يلاقي نفسه ايه أنا مرعوب لا 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 ده انت إله مهوب وبذين عشان يوضح لنا الموضوع بايه وكان المنظر هكذا ايه مخيفا كله كان مرعوب قلب وقع في نص رجله لدرجة ايه رأيكم في موسى بيعرف فيه ادخل قدام الرب ويتكلم معاه ولا لا ها ده هو الوحيد في سفر العدد فاكرين لما أخته واخوه عادوا يتكلموا عليه ينموا عليه بعدين الرب راح خدهم كده التلاتة في عند خيمة الاجتماع وقال لهم بصوا بقى انتوا الاتنين تعالوا على جنب وهو على جنب موسى انا بكلمه غيركم انتم انتم بأحلام وحاجات زي كده لكن موسى انا اتكلم معه ايه كده فما لفما صاحب يعني صديق لي حتى موسى صديق الله اللي بيرى الله وجها لواجه اللي بيدخل الى محضر الله ويتغير شكله حتى نفسه هو حصله ايه في جبل سيناء حتى قال موسى انا ايه مرتعب ومرتعب بس ومرتعد في كلمة تعلمتها في مصر جديدة بيقولك انا مفيص يعني خلاص كده هيطب ايه انا مرتعب ومرتعد لو انا شفت موسى مرتعب ومرتعد انا يعني اضيع فيها دي حاجة لزانتا خايف وما لانا ايه اللي حصل يا جماعة ياللي عايز تدخل في ناس يقولك انا ادخل السماء ببري يا عم فكر شوية تعالى ارجع لجبل سيناء بيقولنا هدف النموس النموس مش هدفه انه يخلص لكن هدفه انه هو يوري الخطيئة ويوريها جنب اله قدوس ويشوف ان الامر ايه مرعب جدا مفيش اي حد فينا الجميع ايه زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله محدش فينا يقدر ببره يدخل الى السماء افتكر قصة وانا في كنت بدرس في لونج بيج سيتي كوليج فحفت في دماغي حالة ان انا ايه كانت مدرسة مؤمنة كان فصل اسمه فصل الهيلث وكانت بتدرسنا فكان بيعمله في حاجة اسمها على كيرف عافين ايه كيرف دي فياخده اكتر تلميذ واخد كام والدوة يبقى المية في المية وبعدين بعدين التسعين في المية من هذا الرقم من هذا المجموع يبقى الا والبي والسي وكده فانا كنت اعلى تلميذ بس انا كنت يعني عندي بي عالية ناقصني نقطتين وابقى جايب ايه فانا قلتلها بصي انا هاخد الفاينال واذا ما جبتش ما يكفي للايه الديني عامليني زي النموس كده فقيتلي انت متأكد عاملك بالنعمة قلتلها لا عامليني زي النموس فانا ما جبتش برضو ايه كنت نقطتين يعني مش وقريب من الايه فبس ولا انا جبت ايه ولا حد في الفصل جابه ايه عشان انا عايز امشي بالنموس مش بالنعمة وعلى فكرة اخويا كان معايا في الفصل اللي كان لسه متداق مني لغاية هزا اليوم بس ربي سمحني على انا عملته يا جماعة بلاش كنت في غباء زمان في مين واحد يجي له النعمة ويقول لا اعملني بالنموس احنا عيانا احيانا المخ كده فاكرين ان احنا عندنا بر يقول يا جماعة ده مرعب لو كل واحد فينا هيقف قدام الله هيلاقي نفسه ايه ناقص ناقص جدا كلنا في الموازين ايه لا فوق لكن بيقول انا عايز اعرفكم على جبل تاني واحبكم تيجوا للجبل التاني دوت وده اللي انا بقدمهلكم دلوقتي بل قد اتيتم الى جبل صهيام طب قلنا عنه دوت ده فينه ده ده موجود في مدينة وإلى مدينة طب ايه قلنا عن مدينة دي مدينة مين دي مدينة الله اه لا حلوة خلاص طب يلا عايزين ايه قلنا كمان قلنا اكتر عنها قلنا عن هذا الله الله الحي ده مش زي الاليهة الاخرى الاليهة الاخرى عارفين بيتكلم عنهم يقولك في ناس بعملوا الهة ولا لا في بيعملوا الهة عندهم منخير الألهي بيعملوها آه بس بيعرفوا يشموا لأ عندهم عيون آه بيعرفوا يشوفوا لأ عندهم ودان آه بس ما بيعرفش يشوف لأنه هو اللي عملوا بنفسه لأ دوت مدينة الله الحي هو جبل بس مش جبل سيناء ده جبل سهيون وإلى مدينة الله الحي طب قلنا على أورشاليم يعني نروح لأورشاليم لا 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 مش دي أصلا على الفكرة لو كانت أورشاليم معرفين في أورشاليم في الوقت دوت بعديها بكم سنة حصلها إيه في سنة سبعين خربت تحطمت الرومان جم وشالوها فقال لا 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 مش جاي أنا مش بقدم لك حاجة مؤقتة تعال هنا إلى مدينة الله الحي أورشاليم بس دي مش هنا على الأرض أورشاليم إيه السماوية سيبك من الحاجة على الأرض هنا وإلى عايز أعرفك بالمدينة دي فأنت دلوقتي مش أخذك إلى حاجة ملموسة أرضية عايز أخذك إلى حاجة إيمانية فوقية حاجة من فوق مدينة فوق مدينة في السماء بس أحب أعرفك يمكن تنبسط يمكن تحب تدخل هذه المدينة أحب أقول لك مين سكان هذه المدينة أول ناس سكان في هذه المدينة إلى ربوات ربوات هم محفل ملائكة أول ناس هتلوقها تشوفهم وما تدخل مدينة دي تلاقي مين ملائكة إيه رأيكم حد يحب يقعد مع ملائكة آه بذلقه يعني إيه رأيكم يختار ملائكة أولا شياطين ملائكة طبعا بس مش بس ملائكة لكن بيقول إيه إلى ربوات هم محفل ملائكة إيه رأيكم في كلمة ربوات كتار أولا إليه كتار جدا ولو طلعتها بالإنجليزي اللي هو أقرب لليوناني الكلمة ربوات دي مترجمة لا يعد تخيل ملائكة للصبح على فكرة الملائكة إيه رأيكم في قوتهم فوق الوصف إيه أكبر غير الله طبعا أكبر وأقوى قوة في الوجود حاليا بعد الله حد يعلم بالذات هم الملائكة تخيل أنت في ربوات ملائكة عندهم عمرهم ما حد فيهم أخطأ خطيئ ولا عرفوا إيه الخطيئة دي ما بيخطئوش وإنت هتبقى مع سكان الجماعة دولة الملائكة ربوات هم محفل ملائكة ده أول بند من ناس سكان هذه البلاد رأيكم حد عايز يقدم البلد دي جميلة بس بصبع الناس التانين الناس التانين هم إيه؟ هو كنيسة عارفين من الكنيسة دولة؟ مؤمنين من يوم الخمسين إلى مجيء الرب مؤمنين من يوم الخمسين إلى مجيء الرب دولة برضو مين؟ مين فين مكانهم؟ هناك في هذا جبل سهيون فوق روشاليم السماوية إيه رأيكم في المؤمنين؟ حد بيحب المؤمنين؟ حد بيحب المؤمنين؟ مفروض كلها نقول أهوة مين ما بيحبش المؤمنين؟ عشان إيه؟ عايزين نتكلم معاك أو معاك مفروض الرب يحطنا أن إحنا نحب يحط في قلبنا أن إحنا نحب المؤمنين ونشوف كنيسة لكن لما يجي يكلم عن الكنيسة يدي لهم لقب جميل جدا أبكار إيه رأيكم؟ كلمة البكر دي حاجة يعني عادية ولا حاجة مهمة؟ مهمة جدا امتياز امتياز لأن كل بكر ياخد إيه؟ ضعف ليه بركة خاصة فبيقول يا جماعة ده فيه الملايكة بس فيه ناس سنين اللي هم الكنيسة اللي هم لو حضرتك وحضرتك مؤمنين في المسيح دلوقتي أنت من الكنيسة وانت مش بس هتكون في هذا المكان لكن هتكون في هذا المكان بامتياز أبكار مكتوبين في السماوات يعني دلوقتي الناس لو أنت حد فيك عمره راح هاليوود حدين عمره راح هاليوود عارفين هناك فيه حاجة ستارس كده بيحطوه على الأرض عارفين ستارس دي مين بيحط لقي عليها إيه؟ أسماء الناس صح؟ يقول لك أه السلام أنا اسم يوصل بقى أنا مش عايز اسم يتحط لأننا حطة اسم يوحد ناس يتمشي عليك يعني يوحد يدوس عليك إيه الكلام؟ لكن احنا اسماء فين؟ مكتوبة فين؟ في السماوات يا عم هاليوود ستارس مين يا راجل؟ إحنا أسماءنا في السماويات كل اسم مؤمن مكتوب هناك مكتوبين في السماوات طب مين تاني؟ قلنا في حد تاني في السماوات آه أنا مخلصتش أيوة في الملائكة كتار وفي الكنيسة بس مميزين مكتوبين وفي بردو مين؟ الله وإلى الله الله الآب هناك إيه رأيكم حد يحب في محذر يكون في محذر الآب؟ طبعا الله الآب أنا أنا الخاطئ أدخل في محذره؟ آه مش بس تدخل وتعيش في محذره إلى الأبد وإلى الله بس خلي بالك هو إيه؟ ديان الجميع يعني لازم عشان تدخل تكون إيه؟ يشوف بر المسيح فيك وفيك لازم نكون مخلصين بالنعمة بالإيمان وذلك ليس منه هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بس كده إنت إيه؟ تعالا ييجي وهيدين هيلاقي إيه؟ هيشوف المسيح يقول لك يلا ادخل تعالا إلى جوه ديان الجميع وبعدين يقول لا بس على فكرة فيه ناس كمان موجودين مين دولة؟ وإلى أرواح أبرار دولة إيه؟ هم الكنيسة ولا غير الكنيسة؟ بالضبط غير لأنه ولا كان نحطهم مع الكنيسة وإلى أرواح أبرار مكملين دولة عن المؤمنين اللي قبل يوم الخمسين فاكرين رب يسوع ليحنى المعمدان كان بيقول لهم ماذا خرقتوا من البرية؟ تنظر أخشبة تحركها الريحة؟ لا بل ماذا خرقتوا من البرية؟ تنظر واحد لابس بازز ومش عارف إيه وكلام لا دولة بتوع عند هرودس وجماعة دولة لكن ماذا أنا بيه؟ بل أعظم من نبيه وبعدين بيقول لهم إيه؟ ليس مولود من النساء إنسانا أعظم من يحنى المعمدان لكن الأصغر فيكم اللي هم مين؟ بتوع كنيسة وإن هذا الوقت ملكوت الله تسرق فهنا بدولة من تبع يحنى المعمدان وإلى أرواح أبرار مكملين مؤمنين العهد القديم ما بيقولش عنهم أبكار لكن مؤمنين ومعنا إي رأيكم حد يحب 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 في السماء مع موسى يا سلام أنا عندي كلام نحكيه نقعد نحكي مع موسى يا شوع يا سلام على الكلام وبعدين شمشون برضو عندي شوية كلام معاه بس دي يعني كلام من نوع تاني بس نشكر رب إن احنا كلنا هنتغير وبعدين شمشون يعني برضو عندي كلام يقولهولي يعني يقولي طب يعني انت هتقول كده يعني يا راجل كده يعني نشكر رب ما فيش كلام الفاضي دوت في السماء لكن يقول خلينا أقولك في حد تاني برضو في السماء بس احنا اشتقنا ولا لسه حد عايز يراجع لجبل سيناء مضطرم وضلمة وحاجة وشش شايف قدامه وشش شايف يمينه ولا شماله واصوات مرعبة اللي يبقى مضطر مش عارف ينام لا أقولك عن واحد تاني وإلى وسيط العهد الجديد اسمه ايه يسوع يسوع في الله موجود هناك وهو ايه ديان الجميع بس لو هو الله ديان الجميع بدون يسوع الوسيط كنا ايه رحنا ايه رحنا في مصيبة لكن ييجي من وإلى وسيط وسيط دي الواحد يعني ممكن يقعد عندها فترة دي وسيط يعني بايه بيتوسط بيتوسط فاكرين مرتين كان الرب يسوع بعت فيهم التلاميذ في المركب يعدوا والمرتين دولة مروا برياح وكان الوقت مرعب جدا بالنسبة لهم لكن تفتكروا المرة الأولى كان الرب معهم في السفينة ولا لأ كان معهم كان معهم ونام اقوحش حاجة نعملها ان احنا نقوله تفضل يعني ايه احنا كل واحد فينا حريف كده فانت تفضل يعني انا صيهاد لما اخذ حضرتك نجار شكرا على السفينة يلا روح نام ايه يعني ما تعملش كده مع الرب ما تقعدش تفتكر انك انت ايه بقى ايه يعني بتفهم احسن منه فراح قالوله روح نام راح نام راح تدين يا ايه تربقت وبعدين بيعتبوه يعني اه اما يهمك يا راجل مهم راح وصحي وهد الريح المرة اللي بعديها هو برضو اللي بععتهم المرتين هو اللي بععتهم قال لهم امضوا الى العبر بعد ما اشبع الخمسة الاف بخمس خبزات وسمكتين كان معاهم في المرة دي ولا لأ ما كانش معاهم بالزبط جالهم ماشي على الماء قبل ما يجي لهم ماشي على الماء هو كان فين على الجبل كان بيعمل ايه بيصلي بيصلي المين لأجلهم هم للآب بيصلي من أجلهم بيشفع فيهم دول بيورينا ان هو الرب يسوع لما جيه هنا على الارض كان معانا في السفينة لكن بعدين هو طلع ومش معاهم خلاص نسيهم وصابهم لوحده لوحدهم لا بالعكس ده هو على الجبل بيشفع فيهم بأنات وبيشفع فيهم وبيضمن سلامتهم ولا لأ هو حطوهم في السفينة قال لهم يعدوا هو عارف انهم ما يعدوا ولا لأ وكانت الريح ايه مضادة يعني هو عارف ان الشيطان هيهيج عليهم وهو سمح بكده عشان ايه عايز يعلمهم درس ولما الدنيا زنقت وجيه الهزيع الرابع حصل ايه حد يفتكت ده الوقت اللي هو جيه جيه ماش وبعدين قال لهم ايه لا تخافوا انا هو انا هو لا تخافوا لينا وصيت وصيت بيشفع فينا لينا وصيت ما بيغفلش لا ينعس ولا ينام مش نسينا بيفكر فينا ويقعد يبص علينا ودايما بيشفع فينا ايه رأيكم دي حاجة تطمن ولا تخيلوا واحد انت ماشي حتة وعندك ايه ليك دهر او مثلا انت رايح اقول لكم انا بسمع يعني في مصر الدنيا كلها لو ما عندكش وسيط تبقى يعني مش هتعرف تخلص امورك لو امور في المحاكم والحاجات الحكومية لكن لو عندك وسيط والوسيط دو تبقى حاجة كبيرة اوي ايه تخيل مسلا الوسيط بتاعك السيسي داي خلاص يا عم دي كوسة مش بحتك تروح اساسا لو ما تعمل اي حاجة يعمل لك اللي انت عايزه لكن ايه رأيكم في الوسيط بتاعك ايه في حد اقوى منه في حد اعظم منه فاكرين بعد ما قام في انجيل متى واخر اصحاح قبل ما يدي الوعد الجميل ويقول وها انا معكم كل الايام وقال انقضاء الظهر قال ايه بقابليها قال ان كل سلطان قد ايه اعطيها الي تحت كل سلطان في كل الكون بتاعي انا يتحكم في كل شيء ايه رأيكم هلعيب علينا لما بدي جي ننهار قدام يعني نشوف المشكلة احيانا في واحد مثلا ينهار عشان جعان واحد تاني ينهار عشان عندهم تحان واحد تاني ينهار عشان يعني الفلوس قلت شوية واحد تاني ينهار عشان وبعدين تحص الحاجات دي من وجهة نظر الابدية تحس حاجة ضحك لنا وإلى وسيط 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 ايه العهد الجديد جميلة جدا كلمة العهد الجديد دي لان ايه رأيكم في العهد الجديد فرق عن العهد القديم انا مش بتكلم فيه ناس ممكن يفتكرني بتكلم عنا يعني من تكوين لملاخي دوة العهد القديم والعهد الجديد من المتة الرؤية لا لا ما صوتش كده بتكلم عن العهد اللي الرب عمله مع شعب اسرائيل ده العهد القديم وبعدين لما هو جي هنا والعهد الجديد اللي نشوف عنه ونسمع عنه في صفر ارمية في فرق بين العهدين ولا لا اه في فرق ايه الفرق بالضبط بالضبط الحاجة اللي تفرق بين الاتنين واحد بشروط والتاني بدون شروط واحد يقول لو انت عملت كده انا هباركك ولو عملت كده هباركك فاكرين كان يروحوا على جبلين جبل البركة وجبل الايه اللعنة ودوة يقول ايه امين 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 وبرضو الجبل التاني يقول ايه امين 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 لو انا عملت كويس كويس عملت وحش وحش ايه رأيكم في كام واحد فينا هيبقى عنده بركة هادي انا يحس انه يعني يستاهل انا عارف عيني مين يا عم لكن يجي بعهد جديد ويقول انا وانا اللي باوعد وما فيش شروط لكن انا هعمل وهعمل وهعمل وبرده ايه هيبقى تغيير فين برضه زي ما اسمعنا في القلب هيبقى تغيير في القلب وهتلاقي كلمة قريبة منك في فمك يعني انا انا مش بعيد عنك انا عايز انا عايز انت عشان تؤمن عارف واحد يقول لك اه معكسة واش عارف ايه يا تؤمن ايه عم ده انا هنا انا موجود بخبط ومحوطك من كل ناحية الكلمة قريبة منك فهنا بيقول لنا ان هو وسيط عهد جديد اولا بيحوطنا عشان بعيد عنه عايزه يخلص ولكمان لو احنا بتوعه ومعندين برضو ايه بيحبنا وسيط ويقول ايه فاكرين القاب كان بيكلم الابن عن الشجر اللي لا تثمر فاكرينها رح هو الابن رد عليه وقال له حاجة قال له ايه اتركها هذه السنة ايضا وبعدين جاله السنة اللي بعديها لقى صمر ملقاش رح رد عليه وقال له ايه اتركها هذه السنة ايضا معلش معلش انا اكنه هو الغلطان يعني خليني خليني اعد احفر شوية وحط شوية سماد وحط شوية مية واعمل كده وسيط 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 ده لما احنا بنغلط وللمؤمن يقول له مؤمن ده اديا محوطاك شوف واحد زي ايوب ويجي الشيطان قادر يهوق لا لازم ياخد ايه تأشيرة من فوق رح للرب على فكرة الرب لو واحد عايز يتدايق يعني يتدايق من الرب هو كان الرب قاعد مع الملائكة وبيتعمل مقابلة معهم وهو قاعد معهم الشيطان دخل كده وهصه هصه ما قالش حاجة عارفين مين بدأ الحديث وقادي يعني يشكم شوية وينكش عارفين مين هو الرب قال له اه جيت من فين يا عم ما انت قبل ايه قال له اه جيت من الارض وانت ماشي فيها قال له اه شكلك كده عنيك على ايوم يعني انت اللي بدأت في الحديث انت اللي هيكتو على ايوم قال له اه اصلا انت ايه سيكت حاوله مش عارف امسه انا عايز اقتيله عايز اتخلص عليه بس شيقدر احوب حتى لا اقرب منه هو ولا علته ولا صروته حاولت من كل جهة مش قادر اجيه وسيط فاكرين بالعام شعب اسرائيل ما كانوش يعرفوا خالص ان جاب بالعام عشان يلعنهم حطوا عند الجبل مش عارف ان فيه ايه وسيط طلع له ملاك الرب اللي هو مين الرب يسوع نفسه واقف له ايه رعبه قال له الحمار بيشوف احسن منه وقال له بص يا اخويا اقوه عتقول كلمة غير لا انا اقولها لك مرعوب بالعام وتحول اللعنة الى بركة وسيط وسيط عهد جديد ما فيه الشروط اسمه ايه اسمه يسوع المخلص اسم يسوع معناه مخلص او يهو يخلص وايقول لك الى دم ما مش بس وسيط ومش بس عهد جديد ومش بس اسم جميل يسوع لكن دم دم قلنا عن دمه دم اترش يعني هو سفق دمه عشان يدفع تمن خطيانا يقدر يحول المنظر المرعب بتاع سيناء الى نعمة رش دم يتكلم افضل من هبيل فكرين هبيل بيقول وان مات فيتكلم بعد فهبيل دمه بيتكلم بس كلام هبيل غير كلام دم المسيح فكرين كلام دم هبيل بيتكلم من فين من الارض صح فكرين مش هطلح عشان الوقت لو نرجعنا لتكوين اصاح اربعة وعلى ما اسكر عدل عشرة الرب بيقول القيين بيقول ان دم هبيل يصرخ الي من الارض دم الرب فين في السماء فرق كبير دم من الارض ودم من السماء حتى المكان الدم يا بس كلام الدم ايه رأيكم دم هبيل بيقول ايه تقيم لي اه يا رب انتقم حتى متى فكرين في سفر الرؤية الناس الشهداء اللي تحت المسبح حتى متى حتى متى يا رب حتى متى قالهم لا لا ما جاي اليوم دم هبيل فكرين الرب يسوع بيقول اليهود بيقولهم يا جماعة كل دم سفك من فكرين من مين هبيل ايه لا زكريا ابن براخيا اللي هو اول واحد مات لاخر واحد في الكتاب اليهودي اللي هو في اخبار الايام كل دوت هيجي عليكم دم يتكلم بيقول عايزين الرب ييجي بقضاءه على الشر لكن دم الرب يسوع يقول قضاء لا يقول رحمة ونعمة انا بدمي شلت عنك خطيتك يا خاطي هل تتوب هل تقبل عملي من اجلك وتقبل التكفير عن خطياتك تقبل رحمتي اني لا اعطيك الجهنم الذي تستحقه وتقبل هذه الرحمة بدم الرش بتاعي لو كده تعالى وهل تقبل دم النعمة اللي اعطيك السماء التي لا تستحقها دوت الدم بتاعي والكلام اللي الدم بتاعي بيقولوا خليني امشي بسرعة في بعض الدقائق اللي بعديها بيقول انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم احنا احضروا لك شادر استحمل الكلام ده كلام صعب رجع تاني لسيناء لأنه ان كان اولئك اللي هم وقت شعب يهود وقت عطاء النموس ان كان اولئك لم ينجوا از استعفوا من المتكلم يعني هل لك مش قادر اسمع وسده ودنهم وقالوا يعني لو واحد قال للنهاردة انا لا اؤمن ان الله لا يوجد بيؤمن ما فيش اله هل دوت لما ييجي ربنا في لما ييجي هذا الشخص يقف قدامه في امام العرش الابيض العظيم هيقول له لا سوريا عسنت عشان ما كنتش مصدق ان انا موجود فان ايه يعني براءة هيعمل هلو كده لا طبعا فهنا بيقول لك دولة از استعفوا من المتكلم على الارض هم نجوا ولا لا لا سدت ودانك ما سدتش ودانك الحق هو الحق هيحصل فبالاولى جدا كل ما الواحد يعرف اكتر كل ما ايه المسؤولية بقت ايه اكتر فبالاولى جدا لا ننجو نحن ليه اصحنا نعرف اكتر كتير كل كلمة الله في ادينا واختبرنا الله نحن المرتدين عن الذي من السماء اللي هم اخدوه كان ايه جبل ملموس اردي لكن احنا اللي واخدينه عمل الله سماوي الذي صوته بيقولك افتكر افتكر ده مش بس كان اصوات وحاجات كده لكن كان في ايه زلزال صوته زعزع الارض حين ائذن يعني كان وقت مرعب جدا حد احنا احنا واخدين على الزلزال في كاليفورنيا حد بيحب الزلزال يقولك يا سلام ان ارده كان في زلزال جميل واحد كل مرة بيحصل معانا عاصر كتير كل مرة يحصل يقولك يا احصل النهار ده وبخاف شوية صوته زعزع تخلي صوت واحد بيعمل زلزال ده حاجة مرعب زعزع ايه الارض حين ائذن واما الان فقد وعد قائلا دي نبوه على فكرة اني مرة ايضا وزلزل لا الارض فقط هو يعني حضرتك لو يعني هو في ايه غير الارض يعني هتزلزله لا هتزلزل حاجة تانية هتزلزل ايه بلء السماء ايضا دي تخوف دي ولا لا انا هتجي كده في الكواكب وعمل لها كده ايه اللي ايه اللي حصل حد هيكلم حد من الدنيا هتبهدلة لو واحدة طلعت بس كده بالغلط حاجات والبحر مش عارف يطلع ايه والشمس تبقى ايه والحرارة ايه الدنيا تتبهدل لا جاي زلزال صعب جدا مش بس الارض لكن ايه زلزلة ده بعد اخذ تضعف على فكرة ما حانش خاف مش ياسف وقتنا بلء السماء ايضا ايه ده وعلى فكرة لو تقروها في حجي تالي صح اتنين وعدد ستة ده مش بيتكلم بس على الارض والسماء ويقولك البحر وكل الدنيا كلها تتزلزل اصدق ايه بيها دي عايز تقول لنا ايه فقوله مرة ايضا يدل على تغيير الاشياء المتزعزعة يعني الحاجات المتزعزعة دي هتفضل زي ما هي ولا هتتغير هتتغير تغيير الاشياء المتزعزعة كمصنوعة ايه الحاجات اللي بتكلم عليها المتزعزعة كمصنوعة اللي هي هتتغير الحاجات اللي هي ايه اللي احنا فيها دي الارض والسماء تعرفين لما هيقف لما هيجلس على العرش الابيض العظيم ايه اللي هيحصل السماء والارض ايه ورعبوا يهربوا منه لكي تبقى التي لا تتزعزع اللي هي ايه مش هنا اللي هي الحاجات الابدية احنا مفهمنا بالمقلوب شوية احنا شايفين الحاجات التانية عشان مش شايفينها ايه هي المتزعزعة او بنعملها ايك انها متزعزعة او احنا خالية والحاجات بتاعت هنا بنعملها انها ايه دي هنا الى الابد وانا قاعد هنا الى الابد ومرتب حالي الى الابد ومش ماشي من هنا واقعد هنا ومسكين فيها بيقول لك في زلزال جاي ههز الدنيا وعلى فكرة هل الرب بيعمل هزة شوية دلوقتي ولا يراكم في حروب ولا لا يا اخي يعني اللي حاصل في فلسطين واسرائيل حاجة تحزن الاب وقابليها اطلع على روسيا واليوكري الدنيا عمالة الرب بيهز الدنيا هل الرب بيشد انتبهنا في هذه الايام اقول له يا رب خليني اسيب المزعزعة اللي هنا ده حاجات اللي مش هتقعد اتخال واحد قال لك تعال حط فلوسك في البنك دوت بس انا هقول لك بكل ثقة ان البنك دوت بعد يومين هيفلس حد يحط فلوسه في هذا البنك لا يبقى مجنون احسن حاجة يعملها ايه روح يطلع فلوسه باسرع ما يمكن قبل يومين ويحطها في حاجة ايه السبتة وإلا هيبقى عندك انت ممكن تبقى اقول زي ما انت عايز بليونير او سمعت انها سمعت تريليون بالعربي مش سمعت بليون مهم انت كده ادي ايه باي باي للفلوس لانها ايه راحت في مكان مش موجود لذلك طب لو انا فعلا خدت الموضوع ده بجد وصدقتك سبتني من موضوع صيناء والنموس وعايز امسك في النعمة وامسك في شخصك وامسك في الحاجات الابدية الازلية التي لا تتزعزع اعمل ايه يا رب لذلك ونحن قابلون ملاكوتا على فكرة احنا ملوك ملوك وكهنة احنا هنقبل ملكوتا ايه لا يتزعزع تخيل كل واحد فينا ملك بس هو يعني الوقت المؤقد مش ملك بس بعد هم وقت قصير جدا كل واحد فينا هيبقى ملك واحد كده يحط يعمل ايه زي ما بيقولوا عندنا في مصر يحط بطنك ايه بطيه خصيفي انت يعني عيش حياتك هيبقى ملك قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر او بالانجليزي نعمة ايه اخبار الشكر الايام دي ولا احنا عملين زعلنين على اللي بيحصل في الاخبار وعلى حلنا وعلى مش عارف الفلوس زادت الفلوس قسرت الشغر راحل مش عارف ايه جيه هل شاكرين به عندنا شكر به نخدم الله عشانا بشكره بقول يا رب خليني اقضي اليومين اللي بقيين هنا لمجدك مش عايز عايشهم لي لكن عايز عايشهم لشخصك مش عايز عايشهم باخدم نفسي او اخدم اللي حوالي لكن انا عايز اخدمك انت نخدم الله بس عايز خدمة ايه تفرح قلبك خدمة مرضية عايزك تبص وتنبسط لما تشوف خدمتي لشخصك وعايزك لما تبص علي وتشوف قلبي تشوف ان هو قلبي خاشع قدامك بخشوع مش جايبة برتملك وقولك اهو يعني يا رب انت يومك يعني المحظوظ النهاردة ان انا جيت واخدمك لكن اأتي بخشوع عنده واجي بكل تقوى اخافه احترمه واجي بكل اتضاع امامه ليه لان انا قوع نلسى جبل المضطرم الهنا ايه نار اكل انا اجي بكل احترام لكن اجي وامسك في هذا الوسيط العهد الجديد اللي بيحبني اللي خلاني ابقى اريب ليك اللي خلاني اقدر ادخل بالثقة الى عرش النعمة لكي انال نعمة انال الرحمة واجد نعمة عونا في حينه يا رب خليني امسك بالنعمة وابعد عن ان انا احاول اتخلك بعملي وبالنموس لكن ايجي بكل خشوع وخضوع واخدمك انت في اليومين اللي بقين وصل ان الرب يكون اتكلم الينا في هذه الفرصة فرصة مفتوحة لاي عدد يحب يرفع صوته بصوت مسموع في الصلاة اشتركوا في القناة